اشتركوا في القناة او رد إساءة من أساء إليه بل كان عليه الصلاة والسلام وكانت سيرته كاملة سيرة تسامح وعفو كما قال الله تعالى عنه في محكم تنزيله ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حق هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة المهدات للعالمين فمن آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ندعيه نحن فالرسول أولى به بأن يسامحه ويعفو عنه أما المشكلة والطامة الكبرى هي فينا نحن المسلمين من ننتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وندعي أننا من أتباعه نحن أشد إذاءا للرسول من هؤلاء الأبعدين نحن ندعي اتباعه وندعي حبه ونحن أبعد الناس منه أيها الإخوة دعونا نصارح أنفسنا من أشد إذاءا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هو مكر أم حالنا نحن من أشد إذاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج حياته وشريعته هل هو مكر أم كثير من حكام المسلمين وعلمائهم من أشد إذاءا للمسلمين هل هو مكر وتلك الجريدة أما يكتب في جرائد المسلمين وجرائد العرب مما يسيء إلى الذات الإلهية ويسيء إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعنا نكون لول مرة واحدة صرحاء مع أنفسنا دعنا ولمرة واحدة نقف أمام المرآة ونرى صورتنا الحقيقية إنما جرى مؤخرا من مكر وغيره ليس إذاءا لرسول الله ولا إساءة لرسول الله بل هو حقيقة كشف لمرآة للصورة التي أمامه صورة المسلمين اليوم التي هي أبعد ما تكون عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنستفق من سباتنا ولنعد لأمر ديننا ولنلزم سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ودعونا من نفاق الكلام ودعونا من هذه العواطف الجياشة التي كالزبد لا تنفع ولا تضر فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ألقاكم في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يزن الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير ما أروى عقلا يستهدي يسأل يتأمل يتفكر